هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطف الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي أعاد علينا هذا اللقاء في برنامجكم رمضان كريم نرجوه سبحانه وتعالى أن نعيده علينا مرات ومرات في الدنيا ومرات ومرات في الآخرة عند حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في أعلى جنان الخل ثم أقول وبالله التوفيق قلنا الدول تقام على أربع أسس عدل الأمراء علم العلماء وسخاء الأغنياء السخاء الجود الكرم هذا السخاء من الأغنياء هذا الكرم وهذا الجود يتعين ويتخصص في رمضان لأن رمضان له خصوصيته وله نكهته وله تلك الميزة العظيمة ألا وهي ميزة التقاء العائلة حول مائدة الإفطار خاصة وحول مائدة السحور هذه المائدة مائدة الإفطار التي قلنا سابقا أنها المرة الوحيدة تقريبا في العام التي يجتمع حولها كل أفراد العائلة كبيرهم وصغيرهم والدهم ومولودهم الوالد والولد الأم والأولاد كلهم يجتمعون حول مائدة الإفطار وتنظر فإذا كل الخيرات فوق هذه المائدة كل الخيرات كل النعم كل الغلال كل الفواكه على هذه المائدة وقد لا نأكل منها إلا الشيء اليسير إلا الشيء القليل ثم الإنسان اللي ربي سبحانه وتعالى بصره يخبه كالفاضل في الثلاجة أما الذي لا يعطي لنعمة الله سبحانه وتعالى قيمتها فإنه يرميها في ويعاء الفضلات وسيد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ووجد قطعة الخبز ملقاة على الأرض أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأماط عنها الأذى وأكلها عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة يا عائشة قيدي نعمة الله بشكرها فإن النعمة إذا سلبت من قوم قل أن تعود إليهم والعياذ بالله لنشكر نعم الله سبحانه وتعالى في رمضان خاصة حيث يزيد الخير وتزيد النعم ويكون الأولياء أكثر كرما وتوسيحة على العيال لننظر وليتفكر أولئك الذين لا يجدون حتى مائدة يدورون حولها فضلا عن طعام يأكلونه ويفطرون عليه لا يجدون تمرة ولا حتى شربت ماء صافية لا يجدون فضلا على البريك وعلى وعلى الشربة وعلى وعلى أنواع المآكل والمشارب أناس متخمون وأناس يبيتون على الطوى يلحقون صياما على صيام يلحقون طوا على طوى والحكمة تقول ما جاع فقير إلا بتخمة غني يا غني يا من أعطاك الله سبحانه وتعالى انظر إلى من حولك انظر إلى جيرانك قد تجد في جيرانك فقيرا فاعتيه اسهمه اعتيه من شيئا من عشاءك ما تقول شاوتا ويجيبوله وهكا يا أخو خير ربي اعتيه انت رقمت مش تعطيه لهكا الفقير هكاية انت مش تعطيه للمولى سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى ما تقوله شراه برشا من الناس تويتذكروه وهكا لبس عليه وهكا عنده وهكا ما عنده اعتي ليعطيك الله سبحانه وتعالى اشكر نعمة ربي سبحانه وتعالى واسمع سيدك عليه الصلاة والسلام اش قال ما آمن بي رايح رايح كلمة خطيرة ميس سهلة ما آمن بي يعني ما آمن بي ايمانا كاملا صلى الله عليه وسلم اشكن هو هذا اشكن هو لي ما آمنش ايمان كامل بسيده عليه الصلاة والسلام الرحمة المهدات اللي هو مثال في الكلام الذي كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان ما آمن بي اشكنوا هذا الذي يبيت شبعانا وجاره بجانبه جائع وهو يعلم به شال عظم في الاسلام عظم بيأتم عن الكلمة اذا كان انت تبيت بيت شبعان مش شبعان مدخم ساعة ساعة ميجي مش يقوم يصلي التراويح بالاكل ها وجاره حتى شربه ما ميلقاهاش حتى خبزة خاصة برمضان خبز مبسس مثلا ما يلقاهاش لا لان الاخر خذه الكل وهذا امر خطير احنا شفنا حتى في مدينتنا مدينة سفاقس اللي تعتبر العاصمة الثانية للبلاد وعاصمة الاقتصاد في البلاد نلقاو ناس ببعض الاحياء في قلب البلاد العربي ناس ما تققى وين تسكن ما تققى وين ترقد ما تققىش تاكل ما تققىش تشرب ما تققى بيش تتغطى وناس عندهم من الفضلات في الطعام والشراب والمسكن والملبس ما يلبس وما يطعم وما يغذي عائلات وعائلات وهذا ليس من الاسلام في شيء الادهة والامر ان مساء سامو الشارك في بعض الاحيان بوك ومه الشخص بوه ومه وخوه ساعة ساعة في نفس في نفس المكان يسكنه ملصق وبوه ومه لا يجدون ما يقتاتونه في هذا الشهر العظيم وهو يأكل مع اولاده وزوجته المآكل الطيبة والمشارب اللذيذة والشراب البارد ولا يتذكر والديه وهذا منتهى للأم والعياذ بالله نعود بعد فاصل قصير بإذن الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة في الأصالة ليس له مثيل ما تقوليش هالكلام هذية كارو في أول رمضان حتى تون قلوه رمضان ما زال موفاش رمضان فيه الخير الكل رمضان القيام بفريضة فيه كالقيام بسبعين فريضة في غيره والقيام بأي نافلة كفريضة في غيره ما تنساش هكا الناس المحتاجين ما تنساش هكا الناس حتى اللي يجيك ويقول لك اعطيني لأن سيدك عليه الصلاة والسلام يقول لك لا ترد السائل ولو جاء على ظهري فرس ساهموا يوخياني مش ساهموا ساهموا الكل بإذن الله سبحانه وتعالى فيما يسمى بقفة رمضان اللي قاد برجة جمعيات برك الله فيهم قايمين على هذه العادة الطيبة التي تدل على مدى التكافل والتراحم والتوادد بين المسلمين اللي قال عليهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر العضاء بالسهر والحمى غيرنا من الأمم غير يسمعوا بأي شخص منهم محتاج كلهم يجتمعون ويحسنون إليه حتى لا يمد يده إلى غيرهم ردبان ردبان عليك الناس المحتاجين لأنه قد تستغلهم بعض الجهات المشبوهة قد تستغلهم بعض الجهات التبشيرية للتنصير ويتخلون ماذا المدخل من الحاجة في المأكل والمشرب والملبس الشخص الإنسان اللي يلقى يكون يحسنه يولي عبد هيك الإنسان الشخص اللي يجي ويداوي شخص دون أن يطلب منه مليما واحدا اش قولك عندما يطلب منه أن يتبعه في أفكاره وفي دينه ألا يتبعه شوف المسيحيين وين يمشي وش يقول وش يعملون للناس يدويهم على أن ذلك الدواء دم المسيح عليه السلام ويدويهم بالأقراص على أنه قلب المسيح عليه السلام فيشفى الإنسان ويطعم ويعطى من الخير ما يسد حاجته ثم إذا طلب منه أن يبتعد عن دينه فعل ردباننا لننهر السائل وما نقول لوش يزي عاد فيه البركة ردبالك لا تبدل تختارش مش يتخلي في القفة متاع رمضان الوهي التاي والوهي القهوة والوهي الجبن والوهي الحليب تي ماهيزي فيه البركة طريف الحم وخبستين ليش به هو ما عندوش الحق بش يشرب بنتاي كيف كنتي ما عندوش الحق بش يشرب قهوة كيف كنتي ما عندوش الحق بش يشرب الحديبي كيف كنتي سبحان الله العظيم ما هذه الأنانية التي أصابتنا حتى النخاع ما هذه الأنانية اللي نشوفه ناس غرباء اصطرتهم الحروب وثرتهم ظروفه أوطانهم إلى مغادرتها وأكبر حاجة يصاب بها الإنسان أن يبتعد عن وطنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقتل لي خرج من مكة اتلفت لها وقال لها والله إني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأنك أحب البلاد إليه ولو أن أهلك أخرجوني ما خرجت صلى الله عليه وسلم ثم ناس افتروا للبعد عن أوطانهم وتلقاهم قدام الجامع والله العظيم لقد رأيت أما وابنها ابنها يسأل ويقول ويتوسل حتى انفجرت الأم بكاءا لأنها تذكرت كيف كانت في وطنها معززة مكرمة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان والآن في بلد غريب عنها أمام الناس وولدها يمد يده ويستجل الناس والناس يمرون ويقولون لا تعطوها عندهم وبرشة من الناس قد نعطيهم وهذا منتهى البخل منتهى البخل خاصة في هذا الشهر العظيم إنسان بعيد عن أهله بعيد عن وطنه بعيد عن عائلته في هذا الشهر الكريم ونحن نتنعم ونشرب ونأكل وننام ونتغطى ونفتح مكيفات الهواء وغيرنا لا يجد أين يأوي ولا يجد ما يأكل ولا ما يشرب وهذا والله العظيم ليس من خلق الإسلام أبدا رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن نحسن للناس وليس جزافا أن ربي سبحانه وتعالى جعل مصارف الزكاة ثمانية فقراء ومساكين وعملين عليها ومؤلف قلوبهم وابن سديل غريب تجتمع فيه تقريبا كل مصارف الزكاة هو فقير ومسكين وقلبه مؤلف وعابر سبيل هذا كله ونحن نقيسه ونقول هل يستحق أم لا يستحق لا عليك هل يستحق أم لا يستحق أنت ستعطي هذا الأمر أنت ستجود عليه وصدقتك سيأخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه وكلا يديه يمين سبحانه وتعالى ويربيها لك كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح تلك اللقمة التي أعطيتها للفقير كجبل يحد وستكون يوم القيامة تحت ظل صدقتك والناس تحت تحت أشعة الشمس التي قربت إليهم قد رميل أو قد رميل الناس في عرقهم وأنت تحت ظل صدقتك نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يركق قلوبنا على بعضنا البعض وأن يجعلنا من الأسخياء الأتقياء الذين يجودون بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى وإلى لقاء آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا البرنامج برعاية جنرال ميتال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا